كل بيأخذ هذا اللقاء بمنتهى الجدية وبيتم نقل هذه الجدية إلى الجهاز الفني واللاعبين من خلال قرار بتولي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رئاسة البعثة المتجهة إن شاء الله ساعة 11 ونص ليلا اليوم إلى جنوب أفريقيا من أجل أعلى درجة من التركيز وتحفيز اللاعبين تم الاتفاق على هذا القرار واتخذ القرار على أن يكون أفضل من يمثل البعثة رئيسا للبعثة في جنوب أفريقيا هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بقيمته الكبيرة مش بس كالمسؤول الأول أو أكبر مسؤول في مجلس إدارة النادي ولكن بحجم خبراته الكبيرة واللي ممكن يكون لكلماته في الأيام اللي هتسبق المباراة وخلال فترة الاستعدادات تأثير كبير جدا إن شاء الله على الجهاز الفني واللاعبين اللي الكل بيثق في قدراتهم ولكن مطلوب منهم أنهم يأدوا بأفضل شكل ممكن ويكون طاقتهم إن شاء الله أكتر من 100% 200 و300% بإذن الله في هذا اللقاء مباراة مهمة المباراة الحمد لله فوزنا بها 2-0 كانت مباراة فاصلة في مشوارنا الأفريقي قدرنا نحصل منها على الهدف اللي أراد تحقيقه النادي الأهلي الفوز بفارق هدفين عدم دخول مرمان أي أهداف أمور مهمة جدا إن شاء الله لو أخذنا الأمور بنفس الدرجة من الجدية وأفضل ربما نحسم هناك أيضا في بريتوريا في مباراة العودة أمام ساندونز الجنوب أفريقي الحمد لله إن الهدفين هو رصيد مطمئن حتى الآن ولكن الجماهير تحلم بالمزيد ولديها الثقة في إن لعبين لديهم المزيد من القدرات والمزيد من الطموح اللي دايما موجود عند جماهير وعند نجوم النادي الأهلي في الأجيال المتلاحقة والمتعاقبة الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا هذا القرار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي تقرر أن يتولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم الأحد لمواجهة ساندونز في إياب دور التمانية بدور رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم والمقرر لها إن شاء الله الثالثة عصرا يوم السبت المقبل زي ما قلنا لحضراتكم هذا القرار من أجل أكبر درجة ممكنة من التركيز والجدية والتحفيز لللاعبين ورفع الدوافع عند اللاعبين وطموح الفوز إن شاء الله وتحقيق أو العودة بالنتيجة إيجابية أيضا من مباراة العودة اللي هتقام السبت المقبل في جنوب أفريقيا وهذا القرار طبعا تم الاتفاق عليه ومن أجل تحقيق الهدف المنشود بتخطي عقب ساندونز والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الجهد الكبير اللي تم في نادي الأهلي خلال عام ويزيد قليلا عن عام عام وتقريبا شهرين خلال فترات الانتقالات الثلاثة الماضية في فترة الانتقالات الشتوية ثم الصيفية في 2019 وفترة الانتقالات الشتوية اللي بدأنا بها هذا العام في يناير الماضي كان من خلالها تم التوصل إلى عناصر متميزة جدا بإجماع الأراء وإضافة وتغييرات كبيرة جدا في صفوف الفريق وما أطلق عليه في فترة سابقة إعادة هيكلة أو إعادة بناء فريق كرة القدم في النادي الأهلي النهاردة الجمهور شايف أنه عندنا الدوافع عندنا العناصر المتميزة عندنا أكثر من بديل متميز في كل مركز ده اللي بنتمنى دايما يترجم إلى نتائج وأداء متميز جدا زي ما احنا شايفين في مشوارنا في بطولة الدوري الممتاز أنه ده ينعكس كمان بالإيجاب على مشوار اللاعبين وأداءهم وحسمهم للمباريات الأكثر صعوبة للمتعقع نواجهها في الفترة الجاية سواء مباراة العودة في دور التمانية أو إن شاء الله في حال وفقنا في استكمال مشوارنا والفوز باللقب في لقاءات نصف النهائي ونهائي البطولة وقام الكابتن محمود الخطيب بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له من أجل استشارته في الأمور الطبية وإمكانية سفره إلى جنوب أفريقيا في ظل طبعا استمرار شعوره ببعض الألام أو المعاناة من بعض الألام في منطقة الظهر نظرا لطول رحلة الصفر إلى جوهانسبيرج واللي بتصل إلى أو بتتجاوز الثمان ساعات بالإضافة إلى الوقت اللي بيحتاجه أيضا الفريق ورئيس البعثة والبعثة مكتملة للانتقال من جوهانسبيرج إلى مدينة بريتوريا اللي هتقام على أرضها المباراة ونصح الطبيب المعالج رئيس النادي الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة لتقليل آلام الظهر أو تقليل أي معاناة جراء متاعب الصفر وطول فترة الرحلة بعثة الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم تم الاتفاق على أن تذهب مبكرا بعدد كافي من الأيام مساء اليوم أو ليلا اليوم الأحد قبل المباراة بحوالي ست أيام من أجل توفير كل درجات أو أعلى درجات التركيز والمساحة الكافية من التعاود على الأجواء هناك في جنوب أفريقيا ودرجات الحرارة أو حالة التقس وفي نفس الوقت التعاود على ملاعب التدريب وأجواء البلد بشكل عام وعملية الأدابتيشن اللي بيحتاجها أي فريق أو التأقلم مع أجواء المباراة في الأيام القليلة اللي بتسبق أي لقاء مصيري لأي فريق كرة القدم على مستوى العالم بتتجه في الحديثة عشر ونصف مساء اليوم الأحد البعثة متوجهة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ساندعونز يوم السبت المقبل ويبدأ تجمع بعثة الأهلي في مطار القاهرة في التاسع مساء اليوم استعدادا لرحلة جنوب أفريقيا وشايفين قدام حضراتكم طبعا متابعة الكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي وكل القائمين على الأمور مع مدير الكرة كابتن سيد عبد حفيز مع فيلر المدير الفني ونجمنا نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لأجواء التدريبات والحديث عن أهمية هذا اللقاء وأن هذه المراحل هي المراحل الفاصلة أو الحاسمة إن شاء الله في البطولة وهي اللي حتدي دوافع أكتر كتير كل ما نقترب خطوة من التأهل إلى النهائي واللي بيكون فيه الدوافع في أفضل حالتها وقت وصول النادي الأهلي بإذن الله إلى نهائي البطولة فيه طبعا تفاصيل كتيرة جدا أمور فنية بالتأكيد متروكة للجهاز الفني بقيادة فيلر لا يتدخل فيها على الإطلاق مجلس الإدارة أو الكابتن الخطيب أو كل القائمين على الأمور الإدارية في النادي ولكن فيه خبرات ومشوار عمر في ملاعب كرة القدم للأسطورة الكابتن محمود الخطيب واحد من الأساطير الأفريقية والعربية وأسطورة كرة القدم المصرية بالتأكيد وده بيكون له بعض وأمور كثيرة جدا يمكن أن يتحدث عنها من واقع ومن منطلق خبراته السابقة في البطولات على المستويين المحلي والدولي فضلا عن طبعا رسالته اللي بيوجيها لللاعبين باسم كل مجلس إدارة النادي الأهلي واللي بتحاول دايما تصل باللاعبين إلى أعلى درجة ممكنة من الحافز ومن الدافع لتحقيق المكاسب ولأنهم يكونوا على قدر تطلعات وطموحات جمهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر ومحبي النادي الأهلي في كل مكان اللي عندهم ثقة وثقتهم كبيرة جدا إن شاء الله وبلا حدود في قدرات هذا الجيل على تحقيق الحلم الأفريقي والعودة للتأهل والمشاركة والتألق من جديد بإذن الله في كأس العالم للأندية بعد ما قلنا لحضراتكم طبعا موعد السفر والتفاصيل الخاصة بالسفر والرحلة اللي هتبدأ إن شاء الله في ساعة 11 ونص ليلا اليوم الأحد الكابتن سيد عبد الحفيز يطمئن على الترتيبات من خلال التواصل مع الكابتن سمير عدلي الترتيبات التنظيمية لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أجرى اتصال هاتفي بالكابتن سمير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني واللي سبق طبعا بعثة الأهلي بيوم واحد سافر أمس السبت والمتواجد حاليا في جنوب أفريقيا من أجل الوقوف على والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في بريتوريا استعدادا لمواجهة سانداونز الجنوب أفريقي وأوضح عبد الحفيز أن الكابتن سامير عدلي طمأنه على كافة الإجراءات التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي خاصة ما يتعلق بحجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية أو الأمور الفنية واللوجستية الكتير جدا اللي بتحتاجها بعثة النادي الأهلي من أجل توفير أفضل مناخ ممكن أو أفضل أجواء ممكنة وأعلى درجة ممكنة من الجو اللي يساعد على التركيز والترتيبات الجيدة المنظمة اللي بتساعد اللعيب على التركيز في الأمور الفنية وفي أمور كرة القدم فقط حتى يحققوا الأهداف المرجوة منهم وحاسم أيضا المباراة القادمة إن شاء الله على ملعب المنافس ووسط جماهيره طبعا الخبرات الكبيرة لها دور وكل واحد من الخبرات دي اللي بنتكلم عنها وقدامنا النجوم كبار وليد سليمان أحمد وأصحاب الخبرات في صفوف النادي الأهلي كل واحد منهم بيبقى له دور مهم في تحفيز اللاعبين الأصغر سنا أو الأقل خبرة لأنه طبعا واجه المواقف دي فيه سيناريوهات متكررة بشكل أكبر في الأعوام الماضية خاط بطولات وحصل على ألقاب وبطولات سابقة مع النادي الأهلي الكابتن حسام عشور كابتن الفريق طبعا ونجم خط لعب الوسط المدافع طبعا صاحب الخبرات الكبيرة له دور مهم جدا كل هؤلاء بيمثلوا دور قيادي في الفريق ونصائحهم بتكون مهمة جدا لزميلهم في الملعب وتحفيز أيضا اللاعبين وأنهم يوروهم مفاتيح معينة للفوز بالمباريات المهمة ويوصلوا معهم لأعلى درجات ممكنة من الجاهزية نفسيا وبدنيا قبل المباراة طبعا فيه أمور مع مخطط الأحمال في أمور فنية مع فيلر وجهازه المعاون لكن كمان الأمور النفسية والتحفيزية لللاعبين والدوافع وزيادة الدوافع عند اللاعبين في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية قبل المباريات المصيرية القادمة في دور الأبطال الأفريقي عشان كده بيكون فيه دور مهم كمان بيلقى من الجهاز الفني وبيطلب من الجهاز الفني وبيوجه هذا المطلب لللاعبين أصحاب الخبرات أو اللي بنقول عليهم مجموعة من كبات الفريق اللي بيقدروا ينقلوا الرسالة دي والمسئولية دي وتحملها لكل اللاعبين الأصغر عمرا عشان الكل يكون على نفس الدرجة من الإيجادة ومن التركيز ومن الجدية خلال المباراة القادمة إن شاء الله فيلر بيعلن قائمة الأهلي لرحلة جنوب أفريقيا السويسري ريني فيلر المدير الفني لكرة القدم في النادي الأهلي المدير الفني للفريق الأول أعلن أسماء القائمة الخاصة بالمباراة القادمة أو اللي حيسافروا زي ما قلنا لحضراتكم 11 ونص ليلا اليوم الأحد إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة العودة في دور التمانية أمام سانداونز وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم وليد سليمان أيمن أشرف حسين الشحات أليو ديانج عمر السلية مروان محسن محمد مجدي أفشا علي معلول أحمد الشيخ أليو باتجي أحمد فتحي جونيور أجايي جيرالدو محمد هاني ويذكر أن الأهلي هيواجه الفريق أيضا المنافس الثالثة عصرا يوم السبت المقبل الأهلي يتضرب على ملعب الجامعة في بريطوريا سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي أعلن أنه تم الاتفاق على وحجز ملعب تدريب قاص بالجامعة في بريطوريا استعدادا لمواجهة سانداونز يوم السبت المقبل على أن تكون هناك كمان فرصة للتدريب على ملعب المباراة أو الاستاذ اللي هيستضيف اللقاء لو هو ملعب لوكس موريبي في جنوب أفريقيا أو في بريطوريا تحديدا وهو الملعب اللي هيحتضن هذا اللقاء وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي